السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم هذي الامسية ونشارك معكم طريقتي في اعداد القهوة اللي كنتوا بزاف طلبتوها مني كيفش نتحصل على قهوة بنينة وبرغوة وش هي النوعية اللي نستعملها ان شاء الله هنشارك معكم كلش برك نقول لكم خليولي كما العادة تعليقاتكم طيبة وحاولوا تخليولي اكبر عدد من اللايكات ويلا نبدأ نبدأ على بركات الله بالقهوة انا بعد ما خصلت وصليت اول حاجة نديرها نطيب القهوة تاعي ولادي كانوا سبقوني خرجوا قبلي شربوا الحليب زوجتا اي كان سخن لهم الحليب شربوا وبنتي خصلت كما كنت شوفوا لي شاب تاع الحليب وانا ديراكتو مان جيت نطيب القهوة تاعي بالنسبة هنا البلاراتي هي فرغت نعمرها ونشارك معكم ايضا نوعية البن بالنسبة للقهوة هي اجود انواع القهوة اللي تكون من البن ارابيكا يعني نوعية القهوة تكون ارابيكا هي تكون غالية شوية صراحة على الروبيستا بصح في الذوق تاحا جيب زف بنينو حاولوا تحفظوها برك في بلاراتي يكونوها كمحكمة الاغلاق انا صراحة من تبعش قهوة وحدة يعني كل خطرة وش نشري لي جيت قدامي ساعة ما نشريها من تبعش ماركة معينة ولا نوعية معينة المهم تكون ريح تعمليها والذوق تحبنين انا هاد الاخطرة استعملت هذي تعماني اللي هي 100% ارابيكا جي شوية غالية على وحدة اخرى بصح الذوق تاحا ونكهة تاحا جيب فعلا مميزة بالنسبة للقهوة دايما كي جو تشروح حاولوا دايما قدر الامكان تكون نسبة الارابيكا فيها يعني كبيرة هذي جي دوبلي باش تحافظ بينسيوغ على النكهة تاحا ودايما حاولوا تحفظوها في بلارات هكا تكون زجاجية ولا من الاحسن اذا طولت معكم تخليوها في بلارات تكون غامقة يعني ما تدخلش هو وما تدخلش ايضا الضوء فالا حطيت هنا حوالي فنجل كبير تاع الماء وحطيتو يغلي بعد ما يغلي ويدير هاد الفقاعات لازم تأكدو انو الماء بدا يغلي مليح نحكم من القهوة تعي رايح ندير في هذا يعني كفنجل عفو كبير ندير زوج ملاعق صغار معمرين مليح تاع القهوة فالا تخلطوا مليح بالملعقة وحطيت تشكل عندكم هاذ الفقاعات وهاذ الرغوة كامل تطلع من الفق كل ما زدتو حركتو كثر كل ما زادت الرغوة في هاذ القهوة نحركوا اولا مليح القهوة تعنا وبعدنا نرجحها فوق النار ونخليها تطلع لابلكم القهوة تفيض تعسوها غير تبدأ تطلع المرة اللولا تطفيوا عليها ومن الاحسن ما زدتوقفوش على التحريك يعني لي حب القهوة فيها الرغوة يعني قد ما تحركوا كثر قد ما تكون رغوة اكثر في القهوة تعكم وبعد ما تطلع القهوة من الاحسن تخليوها يعني مدة حوالي دقيقتين ولا ثلاثة مش تحبط مليح يعني تترصب كامل هذو كل حبيبات تع القهوة التحت وكي تفرغوا ديكم قهوة صافية ظالا اهنا وجهة الفندل اللي رايح نفرغ فيه القهوة رايح نشربها مع انقاتوسك هاد الحلوة الجافة بزف بنينة وتقيس لكم كميات كبيرة يعني انا قاست لي بصفر حبة بيض برك قاست لي كثر من 60 حبة ان شاء الله في فيديو مقبل نشارك معكم الطريقة لانها تجي بزف بنينة انا نحفظها في هاد بلارة الكبار هكا تعسجاج باش تحافظ على انك هتحاول القوامتها ايضا وولادي لقيتهم مشروه هنا هاد الكخواصون يحبوهم بزف يجو فوغي فيهم لاك خام باتي سياغل داخل انا صراحة ما يعجبونيش بزف يجو شوية ثقال هاد الكخواصون ديجا هما بلابات فيتي يعني يجو مزيتين وزيدين معمرين بلاك خام اكتفيت انا بالقهوة تاعي مع انكاتو ساك وهنا رايحا نفرغ القهوة قدمكم باش تشوفوا شكل تاحا وتشوفوا الرغوة ليتشكل من الفق بنسبة لناس اللي حبو بزف الرغوة يقدرو يبدو بيها ينحيوا كامل هذيك الرغوة من الفق ومبعد يفرغوا القهوة تاحاهم انا فرغت مباشرة تحصلت على كمية لبس بيها تعال الرغوة جي بزف بنينة نتمنى تجربوا هاذ الطريقة ونقول لكم شاهدكم في الجنة كامل الناس اللي يموتوا على القهوة ويعشقوا هكي ما نحبها انا فعلا نكمل نشرب القهوة تاعي وبعد ان شاء الله نتلاقع ونكملوا الروتين تالي بعد ما كملت القهوة تاعي رحت ديغاكتومون للحمام قلت ننقص علي شو يحويج كانوا عندي ملابس ملونة انا بنسبة لهذا الملابس اللي تكون لونتها فاقع كما الاحمار والازرق والالوان من الغامقة نستعمل فيهم سائل خاص بالملابس الملونة حتى يحفظ لي على اللون بنسبة لي انا استعملت هذا تعمس بلوس الخاص بالملابس الملونة بنسبة اللي بنات ليس قسوني على هاذ المنتج اذا متوفر في الحجم تاع واحد لتر نقول لهم متوفر كما هادا راكم تشوفو فيه تاع واحد لتر يدير حوالي عشرين الاف واحد وعشرين الاف يعني ما يدير باسيش نحطه لكم بركة هنا بشتوفو الشكل تاعو ملح هذا خاص بالملابس الملونة وكاين اكيد انواع اخرى يعني كاين تاع الملابس السوداء وكاين تاع الصفون مخسي هذك اللي يعجبني بزاف بالنسبة اللون تاعو يجي ازرق يجي عبارة عن جل ثقيل كما راكم تشوفو والريحة تاعو بزاف هايلة انا نخسل الحوايج وماد نتلاقا وان شاء الله نديرو وجبة العشاء بالنسبة اللي عشاء تاع اليوم معالي جيت متأخرا قلت ميسل لكنيغة اللي عدس اليوم رايح نشارك معكم طريقتي يجي بها هايل هادا العدس خاصة في البرد وجيت هنا البصل وجيت الخضر رايح نديرو بالخضر بس حكامل ما تبانش الخضر تاعي درت زوج حبات قورجات صغار وحبا زرودية وجيت ايضا طماطم تكون طيبة مليح وحك ماروحا درت اربع حبات صغار انتو ما اذا عندكم كبار ديرو برك زوج حبات شوية طماطم مصبرة بالنسبة للتوابل ندير فيه هنا ملح وفلفل اسود شوية برك تاع الكركم وكمية صغيرة تاع الفلفل الحار وعندي العدس بينسيو وكاين مكون اخر نسيت ما ذكرته شو هو اساسي اللي هو الكرافص انا عندي هاد العواد تاع الكرافص اللي كنت احتافظ بهم بالمجمد ونستعملهم هكا في ليسوب ولا في العدس بعد ما نقيت العدس تاعي مليح حبيته هنا برك في الماء مدافي حوالي خمس دقايق مشي كثر من الخمس دقايق تتنحلوا هذيك الكحوليا هكا اللولا ومبعد نشلو ونخسلو مليح وهنا عندي الخضر تاعي خسلتها ووجتها عندي الكوغجات والطماطي منحيت لها في برك هذيك المنطقة هكا في الواسط وريحا نبدأ ان شاء الله معكم في التحضير هنا ربيت البصل تاعي مع الكرافص حطيتهم كيف كيف في الربور حيثهم مليح وحطيتهم هنا ريحا نحط كمية تاع الزيت ونضيف العدس تاعي لين كنت صفيته بعدها ريحا نضيف الملعقة تاع طماطم المصبرة نحط توابل تاعي نزيد معهم شوية فلفل أسود ونحط الخضر تاعي كما وكنتوفر انا حطيت كلش على ضربة هذي العدس ريح يكون سريع يوجد لكم برك في نص ساعة يعني بالنسبة لنساء العاملات هذي طريقة تساعدهم بزاف ويجي خفيف بالخضر يعني الأطفال ريحين ياكلوا العدس ليهو صحي ويزيدوا ياكلوا معه الخضر ليهي خفيفة وصحية أيضا يعني طبق هذي طبق يكون شتوي بامتياز حطيت الفولة العدس تاعي مع الخضر يتقلى غير شوية برك ما نحتجش يعني يتقلى بزاف هذ العدس غير شوية جست يتخلطوا كامل توابل مع البصل والخضر ريحا نمرقوا بالمسخون من الأحسن تمرقوا بالمسخون وديروا كمية مناسبة يعني تمرقوا علاجه بالنسبة للطماطم إذا ما كنتوش مزروبين تقدرو تخليوها في التالي وتضيفوها نادرت كلش على ضربة بس كنا راح الحال ويعني باش نوجدو في وقت وجيز ظوالا نخلط ملاح للعدس تاعي ونغلق عليه ونخليه يطيب حوالي 25 دقيقة هايكون عندي طيب هنا بعد ما فاتت 25 دقيقة حليت على للعدس تاعي لقيتو طاب بالزبدة كما راكم تشوفو الآن واش ندير ريحا نحي كامل الخضرات تاعي هذي غير بالعقل طماطم ريحا نحي لها القشرة حتتنحاها بكل سهولة كي تكون طيبة للطماطم نحيها كامل الخضرات نرحيها ومبعد نعود نرضها مع العدس تاعي ونخليها تغلي غير غليا وحدة ويكون عندي العدس واجد ظوالا هنا بعد ما رحيت الخضرات كما راكم تشوفو ريحا نفرغها على العدس ونعود نرجعو يغلي فهذ خطوة الأخيرة ما يحتاج شي يطبخ بزاف للعدس تاعي أنا نحط له برك حبة حار من هذي ليبصة ريحا تعطي لي ذوق بزاف شباب في الآخير نتمنى تجربو هذ طريقة تاع دس يجي بزاف خفيف بالخضر يعني كأنه ما فيش كامل خضر ما تبنش كامل الخضر للأطفال خاصة لي ما يحبوش يكلوهم ظوالا هنا برك نوري لكم القوامت على العدس تاعي يجي ثقيل ويجي هايل بالنسبة لي ما يحبوش ثقيل بزاف يقدروا يديروا كمية أكبر من الماء يعني بش يجيهم شوية خفيف هذ العدس ظوالا وهذا هو الشكل تاعه النهائي في صحن التقديم يعني العدس هو ليسلكنا خاصة كي تكون الأيام هكا باردة أنا أولادي صراحة بهالطريقة يكلوه لي يموتو عليه الخضر كامل ما تبنش تقدروا تديروا أي نوع تاع خضر في هاد العدس برك تضيفوا معاه كمية مليحة تاع الكرافس تتمنى نكون يعني خفيفة ضريفة عليكم في هاد الفيديو وتكون عجبتكم لفيديو تاع اليوم قلكم تلاقوا في فيديو مقبل طالوا لي فروحكم نحبكم بزاف وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته